كما ذكرنا مولانا اسم الله الشكور ورد في القرآن الكريم أربع مرات في ثلاث منها اقترنا باسم الغفور في الرابعة اقترنا بالحليم كما في سورة التغاب والله شكور حليم ما الحكمة في اقتران اسم الله الشكور بهذين الاسمين الغفور والحليم؟ وحضرتك هناك علم متخصص في تذيل الآية يعني ختامها بس ختامها بما يبرر الأحكام التي صدرت في صدر الآية وعجز الآية فهناك علوم تتحدث عن هذه الآية تتضمن كذا وكذا ثم زيّلت بوصف كذا وكذا يعزز المعنى بما يعني لازم اكتشاف المناسبة بين التذيل وبين ما زيّلت له ما سبقها ما سبقها فواضح طبعا شكور حليم أن الشكور يقتضي الحلم يعني لا يكون شكورا إلا إذا كان حليما فهذا موجود هناك مثلا برضو أوصف كثيرة يعني يظن كثيرون أنها جاءت هكذا يعني اعتباطا أو لا هناك علم متخصص في اكتشاف التناسق أو التناسب حتى يسمونها مناسبة ده أيضا ليس مناسبة تذييل الآية بما قبلها بل مناسبة الآية بما قبلها يعني في علم المناسبات كمان علم المناسبات ده هو ربط الآيات يعني ليه جاءت الآية دي؟ ما المناسبة أن يأتي لها نحن نتحدث عن مجال معين ثم تجد آية يعني تقدير بك إلى مجال آقا ثم إلى مجال الثالث القرآن كل متكامل كل متكامل كل آية مبنية على ما قبلها مبنية لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحددها ضعوا هذه الآية في مكان كذا من سورة كذا وده توقيفي يعني ده لا تركيب المصحف تركيب المصحف توقيفي يعني لا يصح لأحد أن يأخذ آية ويحضها مع آية يقول لك لا والله إلا وحتى الآن لم نقرأ في الذين تفرغوا لكتابات نقل القرآن من قال أن هذه الآية ليست في موضعها وكان المفروض أن توضع في مكان آخر هذا لم يحدث ولن يحدث طبعا لأنه يعني من حكيم عليم هو ورضو حكيم عليم يعني فيلم يعني الحال الشكر يقتضي الحلم واضح أنه يعني الذي يشكر ده يعني مش ممكن يكون شكور وفي نفس الوقت غضوب أو نفس الوقت يعني كيف يشكر وهو غضباً قليل الحلم قليل الحلم مستحيل مستحيل ربنا سبحانه وتعالى أيضاً أطلق صفة الشكور على بعض العباد نعم ففي سورة سبق قال وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَا الشَّكُورِ نعم وأيضاً الرسول عليه الصلاة والسلام قال لسيدة عائشة رضي الله عنها أَفَلَ أَكُنُوا عَبَدًا شَكُورًا من هو العبد الشكور يا مولانا؟ طبعاً العبد الله هو قليل من عبادي الشكور لأن الشكور هو الذي يؤدي شكر النعمة ونعمة الله سبحانه وتعالى محيطة بالإنسان في كل لحظة من لحظات يومه طول حياته فيعني يصعب جداً من تجده ينتبه ويلتفت إلى هذا المعنى في كل حركاته وسكناته ويشكر الله قليل من عبادي الشكور فهم قليل لأن الإنسان كما قلنا مثلاً أنه يأكل ويشرب وينام ويهيال أن واجبات الأكل يعني من حقه أو شيئاً فشيئاً العادة تبدل عنده ملكة التأقذ لمن وضع أمامه هذا أو مهد له هذا الضعام يعتبر إنما تحصيل حاصل طبعاً أو من ألبسه ومن ألبسه ونذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع كل تصرف من هذه التصرفات بالشكر لله والدعاء لله والحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى طبعاً طبعاً كان إذا مثلاً لبسه يقول الله الحمد لله الذي رزقنيه من غير حول مني ولا قوى اللهم ألبثني من سياب الجنة ثم كان دا الشكر اللفظي ثم يعمد إلى ثوبه الخلق القديم فيتصدق به نظامه كده فدا الشكر العملي قليل اللي هو طبعاً على هذا النمط في هذا الآية لكن الناس يشكرون طبعاً حين تأتيهم نعمة كبيرة تلفت أنظارهم أو حينما مثلاً يقعون في ضائقة ثم تفرج عنهم هذه الضائقة فإذن ليس العبد شكر بالمعنى يعني هو قليل وده واضح معروف يعني حتى معظم المؤمنين بكلهم يعني تقريباً ما عدا يعني الناس اللي هم متأقذين للحضور الإلهي معهم في كل حركاتهم وسكناتهم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين سنواصل الحديث عن اسم الله الشكور في الحلقة المقبلة بإذن الله وأحباءنا الكرام إلى أن نلتقي مجدداً مع الإمام الطيب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته